السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني كيرا نبدأ المنتخب المغربي والمباراة للعباء أمام منتخب الكوديفوار وتعادل فيه هدف مقابل هدف كذلك نبدأ تشكيلة المنتخب سوفيان أمرابط أيوب الكعبيكين قد المنتخب المغربي من الخسارة البداية ستكون مع تشكيلة تخلبيها السيد والد الرقريقي كولمني ياسين بونو أشرف حاكيمي غانم سيس نيف أكريد يحيى عطية الله بالنسبة للميدان نوصير مزراوي سالم أملح عزدين أونحي بالنسبة للمهاجم من خلب آمين عدلي آمين حارث وكذلك يوصف النصري هو قلب الهجوم اللي ما شفنا في شهر المباراة باتاتان كما شفنا المنتخب المباراة كاريتية أمام المنتخب الكوديفوار كنا نخسر الشوط الأول على الأقل بواحد ربعات الأهداف ولا ثلاثان يفقى تجبجج الأهداف من وسط ديال الشبكة ديال المنتخب آداء سيء جدا ديال المنتخب في الشوط الأول وكذلك في الشوط الثاني آداء كاريتية بكل معنى الكلمة كنت منها بصراحة السيد والد الرقراجي إصلاحة الأخطاء هذه مع المنتخب مستقبلا حيث بحالة المباراة هذه كيف يبينو لك الأخطاء ديالك بكل معنى الكلمة بالنسبة لتولاتي وسط الميدان المنتخب اليوم كان ضائع بكل معنى الكلمة كما شنا سليم أملح وعزدين أونحي كانوا دون مساواف هذه المباراة هادي من اللي اختامت سوفيان آم رابط كيتلفو بها ديال معنى الكلمة كنت منهم ان شاء الله سوفيان آم رابط يكون جاهز كاسمان بإفريقية القادمة باب بش يكون صارحة عندنا كنت مننا بصراحة ويد الرقراجي عايت لي حياج بران يكون فضل المركز هذا كما كان عارفو يحياج بران كان مع المنتخب كاس العالم وعارف أجواء والطارقة اللعب ديال والد الرقراجي كنت مننا بصراحة يعايت له مني ما كان سوفيان آم رابط هذا الشيء اللي ما بغلش يتفهمني هنا في الصراحة في والد السيد والد الرقراجي علش ما استدعاش أنا أول مرة كان انتقاد هو والد الرقراجي بهذه المعنى الكلمة اللاعبين كانوا كيدروا أخطاء في التمرير كلهم من ياسين بونو اللاعبين كاملين كانوا جزء اللاعبين اللي كانوا في المستوى اليوم هو آمين عدلي وكذلك نايف آكرد اللي كانوا لعبين في المستوى أيو بالكعبي كان قد المنتخب المغربي من الخسارة أمام منتخب الكوديفور كما كان عارفو منتخب المغربي وكما شنا التبريرنا ديال بل الخنوس في مربع عملية منتخب الكوديفور مدافع منتخب الكوديفور رجع الكورة بالخاطع الأيوب الذي يسجل هداف تعادل بصراحة كنت أتمنى بداية يدخل بل الخنوس بصراحة لدينا لاعبين شباب كنت أعطيهم بصراحة كنت أتمنى يعني مباراة للنسيان بهذا المعنى الكلمة يعني كما تعرف المستوى ديالك هناك يبينوك المنتخبات الكبيرة يبينوك المستوى ديالك في إفراقيا يعني اللاعبين كانوا عاجزين اليوم باش يتحركوا اللاعبين انك تحس بهم بل التيران تقيل عليهم بزياب بهذا المعنى الكلمة كنت أتمنى بصراحة ويدرقك على الأقل يعطي فورصة لدي الخنوس بصراحة لاعب في المستوى بالنسبة لعب تصامد الزنزلين كنت أتمنى يلعب من بداية المباراة حيث كنت أمين حارز وكنت أعطيت الله كنت يعاني مع ذلك الرقم 14 بهذا المعنى الكلمة الجهة التي أعطيت الله كانوا يجبون منها الهجمات التي يجبون منها في أكرد من الشبكة لو كان عبد الصامد الزنزلين على الأقل كان يعاون كان يعاون يحيى عطيت الله في الدفاع وكنت أمين حارز كان خارج النص بكل معنى الكلمة نتمنى بصراحة الأمور تحسن قبل كأس أمم أفريقية القادمة حيث سيكون لدينا صعوبة كبيرة إلا أبقى إنك اللعبوبة للعبادة والسلام عليكم